موسيقى مشاهدين الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا مع سعادة سفية جمهورية مصر العربية في الجزائر الدكتور مختار وريدة للحديث عن العلاقات المصرية الجزائرية كيف يمكن تعزيز هذه العلاقات ما هي أفق هذه العلاقات أيضا ونتحدث أو نجري هذا اللقاء في مناسبة لها زخم تاريخي الجزائر تحتفل بالسنة الأولى بعد 60 سنة من الاستقلال وأيضا يبث هذا اللقاء في السنة الأولى بعد 70 سنة من ذكرى 23 يوليو ثورة 23 يوليو فسعادة السفير دكتور مختار وريدة مرحبا بكم على شاشة الشروق مرحبا بكم وإحنا ساعدين الغاية باستقبلكم اليوم والحديث معكم ونشكركم على أطائنا الفرصة للتواصل مع رأي العامل الجزائري ومع الشعب الجزائري الشقيق بادي المناسبة للوطنية الغالية شكرا لكم أيضا على استضافتنا في مقر سكن السفير سعادة سفير في 10 يوليو الماضي كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طبعا هذا الاتصال حسب البيانات الرسمية تبادل فيه الرئيسين وجهات النظر ويعني اتفق حتى حول لقاء قريب على ضوء هذا الاتصال كيف يمكن تقييم العلاقات بين البلدين حتى الآن طيب أنا في البداية أحب يعني أتقدم بالتهنئة للجزائر الشقيقة دولة وحكومة وشعبا بيد الاستقلال المجيد وليس هذا فقط أيضا بعدة أحداث سعيدة في الجزائر شاهدناها لعل من بينها انتخاب الجزائر لأدوة مجلس الأمن الدولي ونجاح الجزائر في تنظيم دورة العلعاب العربية الأولمبية بنجاح فكلها مناسبات يعني سعيدة نتقدم من خلالها من خلالكم لشعب جزائري الشقيق بالتهنئة والإعراب عن المحبة والتقدير الكبير والدائي السعادة بأن نحن دائما على تواصل سويا مع بعض لما نتحدث عن علاقات المصرية الجزائرية نحن نتحدث عن علاقات لا خصوصية تاريخية وهي ضربة بجذورها في عمق الزمن ليس هذا فقط ولكن أيضا هي علاقات ثرية وديناميكية ومتنوعة لأنها تحظى برعاية كريمة ومتواصلة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه فخامة الرئيس عبدالمجيد تابون العلاقات الحمد لله في تطور وفي نمو مستمر عندها أفاق واسعة جدا للتقدم نلاحظ أنها تشهد الآن زخم كبير من خلال زيارات متبادلة من مصر إلى الجزائر الشقيقة ومن الجزائر إلى مصر فالمجال مفتوح ممكن أن أحدثك كثيرا عن هذه الزيارات لكن يهمني الإشارة فقط لأبرزها على سبيل المثال كان فيه زيارة هامة جدا محورية لأفخامة الرئيس تابون إلى القاهرة في يناير سنة 2022 وكان لقاء أخوي بين الزعيمين وشهد مباحثات مثمرة جدا ومناءة ويمكن القول أنه أعطى نقطة الانطلاق للعلاقات على كافة المستويات للتقدم وللإزدهار عقب ذلك كان فيه أنقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية بعد فترة انقطاع استمرت 8 سنوات تقريبا وظهر الجزائر الشقيقة دولة رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى المنبولي وبصحبة وفد وزاري كبير من مصر وشهد اللجنة العليا توقيع عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والصحية إلى آخره ومنذ ذلك الوقت الزيارات في تواصل مستمر كان آخرهم يمكن فقط زيارة وزير الرياضة المصري للمشاركة في افتتاح بتورة العابة العربية الأولمبية في الجزائر هنا وكان زيارات سواء المستوى الوزائري أو المستوى البرمسؤولين سعد السفي كان زيارة وزير البريد الجزائري إلى القاهرة هذا الأسبوع أيضا توقيع مذكر التفاهم في مجال تبادل تكنولوجية المعلومات يعني زيارات لم تتوقف دائما موجودة لو أخذنا أو ركزنا في بداية الحوار سعد السفي لو تكرمت على الجانب الاقتصادي يعني قوة التواصل وهذه العلاقة بين بلدين كبيرين يتحدث البعض حتى رئيس الوزراء المنسي الدكتور مصطفى مدبولي قال نحن غير يعني راضون عن التبادل التجاري حجم التبادل التجاري أعتقد أنه وصل إلى 787 مليون دولار فكيف يمكن أن نعمل على رفع هذا الحجم من التبادل التجاري في الفترة القادمة طبعا فرصة جيدة جدا جدا أن أنا أوضح هذا المجال الهام للتعاون لأن عندما نتحدث عن علاقات اقتصادية فهي علاقات لها مفهوم واسع فيها شق تجاري وفيها شق استثماري وشق تكنولوجي وشق مشروعات صغيرة متوسطة متنائية السغر لها جوانب عديدة وأيضا مجال الطاقة ففي الشق التجاري هو كان التعبير الذي تم استخدامه هو أن هناك معدلات تبادل تجاري نطمح في أنها تزداد حتى تعكس القدرات الاقتصادية للبلدين لأن الاقتصاد الجزائري اقتصاد كبير وقوي واقتصاد المصري اقتصاد كبير ومتنوع وقوي والتبادل التجاري يجب أن يكون يعكس هذا التنوع والثراء في اقتصاد ذو حجم كبير زي مصر والجزائر فالآن اليوم يعني يسعدني أن أنا أزف لك خبر سعيد هو أن التبادل التجاري شهد زيادة بنسبة تقريبا 25% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الماضي والآن نتحدث تقريبا عن تبادل تجاري يقدر بمليار دولار بين مصر وبين الجزائر طبعا رغم هذه الزيادة وهذا النمو احنا لازلنا نطمح وازلنا عندنا الطموح أننا نرتقي بيئة أيضا في فترة قادمة إن شاء الله حتى كما أشرت يعكس قوة تنوع وثراء الاقتصاد المصري والأقتصاد الجزائري وحتى في الجزائر سعادة السفير كان هناك قانون استثمار جديد ومحاولة إنشاء مناطق للتبادل الحر هل يمكن القول بأن تلمسون حركية أو رغبة لدى رجال الأعمال المصريين في الاستثمار أكثر في مجلاته هنا بالجزائر بالفعل بالفعل احنا في مصر نتابع بكل اهتمام التطورات المتلاحقة على الساحة الجزائرية فيما تعلق بتحفيز مناخ الاستثمار وتطوير مناخ الاستثمار على سبيل المثال للحصر صدر قانون الاستثمار الجديد في الجزائر صدر أيضا قانون النقد المصرفي والمالي صدر قانون العقار الاقتصادي دي كلها تطورات في البيئة التشريعية بتهيئ البيئة جاذبة الاستثمارات في الواقع يؤمن الإشارة هنا أن الاستثمار المصري في الجزائر هو أيضا قوي في بعض المؤشرات بتشير إلى وجود تقريبا 150 شركة مصرية تعمل في الجزائر باستثمارات ممكن تتقارب من 3.5 مليار دولار تقريبا وعندنا شركات مصرية عملاقة متوجدة في السوق الجزائري وتساهم في نهض الاقتصادية الجزائرية يعني لا أريد ممكن وتسبح لي أشير إلى بعض الأسماء هناك مثلا شركة السويدي التي لديها مصنع كبير أعتقد في عين الدفلة ويقوم بالتصدير لأسواق دول غرب أفريقيا وأسواق الأفريقية وأيضا إلى أسواق الأوروبية هناك شركة مقونة العرب وهذه لها منشآت كثيرة قامت بإنشآتها في الجزائر شركة حسن علام أيضا في مغالية تشييد والمقاولات شركة أوراسكوم أيضا في مغالية تشييد والمقاولات ولديها أيضا مصنع لليوريا في وهران اسمه مصنع سورفرد وهناك شركات مصرية كثيرة تعمل في مختلف القطاعات وهذا يمثل لنا طبعا سعادة كبيرة لأننا نعتبرها جسور للتعاون الاقتصادي من مصر وبن الجزائر وفي الجهة المقابلة يمكن القول أيضا أن رجال الأعمال الجزائرية لديهم مجالات كبيرة جدا للاستثمار فيها بمصر نحن طبعا نرحب جدا جدا بشركات الجزائرية ورجال الأعمال الجزائرية للإستثمار في مصر مصر قدمت تيسيرات كثيرة ومتعددة للمستثمرين والقطاع الخاص هناك برضو قانون تطور في قانون الاستثمار في مصر في قانون الضرائب أصبح تسجيل الشركات يتم بسهولة ويوسر أصبح هناك نافذة موحدة لتعامل مع المستثمرين هناك أيضا رخصة ذهبية الآن تمنح للمشروعات الهمة التي تمثل نمور الاقتصاد المصري فهناك ترحيب كبير بالشركات الجزائرية والعربية والأجنبية في مصر وبكل أمانة يعني الرقم الإستثمار الجزائري الآن في مصر لا يعكس أيضا قوة الاقتصاد الجزائري نحن نتطلع إن شاء الله في الفترة القادمة أن يكون أكثر في استثمارات جزائرية في مصر وفي قطعات تمثل شركة اقتصادية وعيدة ورابح رابح لمصر والجزائر طيب يعني يجب على رجل الأعمال الجزائري والشركات أيضا أن ينتبه إلى التحفيزات التي تقدمها مصر في السنوات الأخيرة لكل المستثمرين طيب أيضا هناك مجال مهم جدا في مصر وهو سياحة ومصر وجهة مهمة بالنسبة إلى شعوب العالم ككل ولكن كيف تقيمون حركة السياحة بالنسبة إلى المواطن الجزائري هل مصر تمثل وجهة ضمن الوجهات الأوائل أم أن ما يزال هناك عمل يحتاج إلى عمل أكبر هو المقاسة السياحة المصرية لها شهرة عالمية وشهرة كبيرة في الجزائر هنا طبعا البحر الأحمر شرم الشيخ الغردقة لغسر وأسوان القاهرة التاريخية والإسلامية كلها مناطق جذب للسياحة الجزائري والمواطن الجزائري اللي حاب أقوله أننا في السفارة المصرية نعمل بجد واكتهاد ونسعى دايما أننا نسحل إجراءات السفر المواطن الجزائريين إلى شقاهم في مصر والاستمتاع بهذه المقاصد الآن نلمس أنه فيه اهتمام وفيه رغبة متزايدة عند السياحة الجزائري لزيارة مصر طبعا لأنه فيه ألفة وفيه يشعر في بلده وسط أشقائه بجانب أيضا الاستمتاع بهذه المقاصد السياحية فبالتالي هذا الارتياح وهذا التقارب بيخلي فيه طلب كبير يمكن مؤخرا تم الإعلان عن رحلات تشارتر في هذا الصيف بمعدل أكبر بين مصر وبين الجزائر ما شاء الله لو الآن توجد رحلات شعي يومية بين مصر وبين الجزائر وتقريبا هي ممتلئة ولذلك نطمح أن يكون فيه رحلات إضافية أيضا ودايما فيه ترحيب كبير جدا جدا باستقبال الساحة الجزائرية في مصر وأيضا يذكر أنا برضو من عشاق يعني سفر في الجزائر وزورة مدن كثيرة وأتحدث كثيرا للأصدقائي المصريين عن جمال الجزائر وعن المناطق الطبيعية الخلابة هنا في الجزائر فدايما يعني إن شاء الله يكون التبادل في التجاهين وبكل تأكيد الساحة الجزائري بحل ترحيب ومحبة كبيرة في مصر إن شاء الله سعادة سفير دائما في المجال الاقتصادي لو تكرمت ممكن أيضا نتحدث عن المجال الطاقوي هل هناك مشاريع مشتركة حتى في مجال تبادل تكنولوجيا المعلومات أو المشاريع الحرفية بين البلدين عندما نتحدث عن التعاون الاقتصادي المصري الجزائري فهناك له دعائم أساسية أحد هذه الدعائم هو مجال الطاقة سواء البترول أو الغاز أو الطاقة الجديدة المتقددة فحب هنا نشير لأن كان فيه زيارة هامة جدا للسيد وزير الطاقة الجزائري السيد محمد أرقاب إلى قاهرة في أكتوبر العام الماضي وكان فيه ببحثات وزير البترول المصري واتفق للطرفين على وقع الطرفين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة البترول والغاز وطاقة جديدة متجددة فيه أصبح مجالات محددة للتعاون في مجال الاستكشاف ومجال البحث ومجال الإنتاج أيضا في مجال الطاقة الجديدة المتقددة هناك اهتمام مصري بالعمل في الجزائر هنا في مجال الطاقة المتقددة وهناك أيضا تفقوا على دراسة إنشاء شركات متخصصة في مجالات الدراء الهندسية لا سيامة وإن في شركات مصرية هنا تعمل في قطاع الطاقة في الجزائر لها تاريخ طويل وخبرة عريضة في هذا السوق أيضا أحد المجالات التي يهم إشارة إليها هو مجال الرابط الكهربائي يعني على سبيل المثال علمت إن شبكات الرابط الكهربائي الضغط العالي بين الجزائر ووهران قام بتنفيذها شركات مصرية فالحمد الله زيارة وزير الطاقة المصر والمباحثات التي تأجرت هناك تمخضت عن الاتفاق على مجالات محددة في هذا القطاع أيضا في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات فطم الاتفاق على إطلاق مباطرة مصرية جزائرية في مجال رد الأعمال وفي مجال دعم المشروعات الناشئة وأيضا التعاون في مجال الأمن السبراني لأننا الآن طبعا نشهد هجمة شرسة في هذا الأمر وعجب أن نكون دائما متطورين عندنا التحديات التكنولوجية حتى نستطيع مواجهة هذا التهديد يمكن أيضا شهادة الزيارة التخطيط لإنشاء كابلين بحريين بين مصر وبين الجزائر مخطط الإنتاء منهم إن شاء الله في عام أفين 25 ليصبح إجمالي خطوط الكابلات البحرية تربط بين البلدين تقريبا أربع كابلات بحرية في مجال المشروعات الناشئة أو في مجال الشركات الحرف اليدوية يؤمن الإشارة إلى أن مصر قد دعت الجزائر الشقيقة لتكون ضيف شرف لهم معرض للحرف التراثية في مصر هيوقد إن شاء الله في شهر أكتوبر من هذا العام وطبعا ضيف الشرف بما أن الجزائر ثقافة كبيرة ومشهورة بالحرف التقليدية والتراثية فلذلك ارتقنا أن أبو جودا هناك دف شرف حيساهم في تقديم الثقافة الجزائرية للشعب المصري والشعب العربية التي تحرص على زيارة هذا المعرض الهام معرض تراثنا وهو تحت رعاية وتشريف وحضور سيد الرئيسة الفتاح السيسي طيب في الجانب السياسي الآن سعادة السفير هناك قضايا كبيرة في المنطقة تشغل بال الجميع والقاهرة والجزائر لديهما نقاط كثيرة مشتركة في الرؤية لهذه القضايا مثلا مآل تأجي الانتخابات في ليبيا مع ما يمثل ذلك من مخاطر أمنية المصالحة الفلسطينية الجزائر كانت قد طرحت إعلان الجزائر مصر أيضا لها يد طولة في محاولة تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين زيادة على أزمة السودان وأعتقد بأن مصر عقدت مؤتمر لدول الجوار من أجل التوصل إلى حل هذه الأزمة في السودان فهل يمكن أن تضعنا سيدة السفير في صورة التفاهمات السياسية بين البلدين حول هذه القضايا هو بالفعل كما ذكرت هناك تفاهمات سياسية متواصلة وحوار وتشاور وتنسيق متواصل بالمصر وبين الجزائر انطلاقا من الاعتقاد بأن هناك اتضامن العربي العربي والأهمية وجود موقف عربي قوي تشاوري وتنسيقي يساعد على إنشاء منظومة صلبة واجهة تحديات والأزمات الدولية المستجدة بالفعل الحمد لله ممكن أشير لك لأن هذا التشاور على أعلى المستويات بين فخامة الرئيس السيسي وفخامة الرئيس تابون أشرت إلى اتصال التليفوني القريب في شهر يوليو لكن أود أن أشير إلى أن العام الماضي فقط الرئيسين التقوا تقريبا أربع مرات في القاهرة وفي الجزائر وفي شرم الشيخ وأيضا بينهم اتصالات متواصلة وأيضا على كافة المستويات هناك دائما باستمرار مباحثات مثمرة وبناءة بين الطرفين وهناك اعتقد كبير أن هذا التنسيق مهم جدا حتى نستطيع العمل سويا لموجات هذه المشكلات أنت أشرت على سبيل المثال للسودان كان في مصر قمة قادة دور الجوار للسودان وأنا أعلم أن هذه القمة كانت محل اهتمام ومحل متابعة من الجانب الجزائري لسياما لأنها كانت أرثة مبادئ أهمة جدا لدعم السودان هناك أيضا لنفس القمة العربية في الجزائر وما شهدته أيضا من تفاهمات سياسية بين القادة العرب وخصوصا بين مصر والجزائر بالنسبة للتعامل مع التحديات العديدة التي توجيها المنطقة سواء في ليبيا أو في قضية مياه النيل أو في قضايا السودان أو غيرها من القضايا العديدة وده أساسه أنه هو اعتقاد راسخ عند مصر والجزائر أن الأمن القوم العربي هو كله اللي يتجزأ وأن هذا الحوار والتفاهمات ضرورية جدا جدا حتى نستطيع التعاطم مع أزمات الدولية المستقدة وهذا يظهر أيضا ربما سعادة السفير في التعاون المشترك بين مصر والجزائر ليس فقط في جامعة الدول العربية إنما في الاتحاد الإفريقي أيضا وأنتم أشرتم إلى حصول الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن ربما يمكننا نعرف ما هي توقعاتكم بالنسبة إلى الدور الجزائري في مجلس الأمن بالنسبة إلى محاولة توصيل الرأي العربي إلى أكبر المنابر وبالفعل هذا الانتخاب بيعكس تقدير المجتمع الدولي الدبلوميسية الجزائرية والجزائر في مجلس الأمن سوف تعبر عن القضايا العربية وعن المصالح العربية وتكون الصوت العربي في مجلس الأمن الدولي فهناك اهتمام كبير وثقة كبيرة إن شاء الله في الدبلوميسية الجزائرية اللي تكون خير من يدافع عن القضايا ومصالحها العربية بإذن الله طيب التعاون العربي المشترك يحضر بقوة ونحن عشية ذكرى لاحتفال بذكرى 23 يوليو بكل ما تمثله من زخم في إعادة الكرامة للمواطن المصري على المستوى المحلي في تلك الفترة وبالمناسبة هي تأتي أيضا الذكرى الأولى بعد 70 سنة من وقوع هذه الثورة وبالموازات مع الذكرى الأولى بعد 60 سنة من ثورة الاستقلال فهل يمكن أيضا أن نشرح للمشاهد الجزائر العلاقة بين الثورتين وكيف كانت ثورة 23 يوليو تساند دائما ثورة نوفمبر التي أتت بالاستقلال هو بالفعل إحنا بنستعد إن شاء الله للاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة وهذه الثورة كانت ثورة ملهمة ملهمة بالنسبة لقضايا التحرر والاستقلال وتخلص من الاستعمار في الدول العربية والإفريقية والدول النامية بصفة عامة كانت أيضا ملهمة بالنسبة لبناء اقتصاد وطني وبناء دول وطنية تعبر عن مصالح الشعوب العربية والأفريقية كانت أيضا ملهمة فيما تعلق بتكتف القوة بين الدول العربية والأفريقية والأسيوية لمواجهة تحديات التنمية فكانت بالفعل لها دور كبير وأثر كبير تخطى حدود مصر ليمتد في العالم العربي والعالم الأفريق والعالم الأسيوي عندما تحدث طبعا عن العلاقة بين ثورة يوليو وثورة التحرير في الجزائر فهي علاقة وطيدة جدا 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 كان دايما ثورة يوليو من أوائل الدول في مصر التي سندت تحرير الجزائر واستقلال الجزائر وكان هناك دعم سياسي واقتصادي وعسكري وأيضا إعلامي كبير لهذا الأمر لا ننسى أبدا أن مقار المؤقتة كانت في القاهرة لا ننسى أن بيان أول نوفمبر تم إذاعته من إذاعته العرب في مصر لا ننسى أيضا أن الدبلوماسية المصرية كانت من أوائل الدول التي وضعت قضية تحرير الجزائر على كل المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية في جامعة الدول العربية في أمم المتحدة في المؤتمرات الأفريقية الأسيوية وبالفعل هذا التضامن الوثيق جاء انطلاقا من الجزائر دولة مستقلة ودولة عربية وبالتالي كان هناك دعم كبير جدا جدا والحمد لله نرى الآن أن هذا الدعم متواصل حتى الآن لأن في الجزائر الذاكرة الجزائرية ذاكرة قوية جدا ويهدائما تتذكر بكل الخير والتقدير هذه الفترة المزدهرة لنسميها تاريخ نصع البيض بين المصر وبين الجزائر ودائما هذا التاريخ حاضر ومتواصل من جيل إلى آخر صحيح وربما هذا توافقني ربما سعادة سفير أن البعض حاول في سنوات ماضية أن يختصر العلاقة بين مصر والجزائر في كرة القدم فقط ولكن ما يجمع البلدين والشعبين أكبر من ذلك تاريخيا وسياسيا وثقافيا أنت أشرت إلى إذاعة صوت العرب وإلى احتضان مقر الحكومة المؤقتة الحركة الفنية المصرية أيضا دعمت الحركة الرياضية دعمت الثورة الجزائرية فأنتم الآن بعد سنة ونصفة هنا في الجزائر ربما تعودتم على الأجواء الجزائرية ويمكن القول بأن أمامكم عمل إضافي أيضا لتقريب الشعبين والدولتين هو بالفعل التقارب بين الشعبين نلمسه في كل المجالات تقريبا في مجالات الرياضة في الثقافة في الفنون أنا سعدت جدا أن نحن سفارة مصرية استقبلت أوركستر القارية السينفوني شعرك في مرجان الموسيقى السينفونية في الجزائر قريبا أيضا سعيدنا جدا أن فيه دائما اهتمام ومتابعة للأعمال الدرامية المصرية لدى المواطن الجزائري تاريخيا كبار الشعراء المصريين نظموا قصائد شعر في حب الجزائر كثيرا أيضا هناك دائما أشير إلى الفيلم المصري جميلة بوحيرد ليوسف شهين تقريبا أثار ضجة إعلامية كبيرة وكان محاولة لتخليد هذا النضال القوي جدا جدا من جانب الشعب الجزائري ضد الاستعمار هناك أيضا أبريم حافظ الذي يغنى الأرض الجزائر أرض الأحرار التاريخ الفني موصول ومتواصل في مجال الرياضة سعدت جدا بمشاركة بعثة رياضية مصرية كبيرة في دورة ألعاب البحر المتوسط العام الماضي وأيضا مشاركتها ببعثة رياضية ملموسة في دورة ألعاب العربية الأولمبية هنا وكنت أشعر أنما كنت في الاستاد بدخول البعثة للرياضية المصرية بالحب والتجويع من جانب الجمهوري الجزائري كرة القدم نظلها أنها جسر للتواصل بين الشعبين والحمد لله أنا في الجزائر استقبلت مؤخرا فريقين كرة القدم كبار في مصر الأهل والزمالك وتمت اللقاءات في أجواء رياضية أخوية وإيجابية جدا 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 وكانت فرصة للشعبين أنهم يتجمعوا سويا ويشهدوا المباراة بحب وهذا ما نريده أن تكون الرياضة والفن والثقافة جسول للتواصل بين الشعبين تعزز وتربط وتحمل مزيد من التقارب بينهم سعدة سفير الدكتور مختار وريدة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الخاص الذي شرفتنا به وأيضا على استضافتك لنا هنا في مقر السفير فشكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم وشكرا على تحت الفرصة للتواصل معكم ومع الشعب الجزائري الشقيق ودائما الشكر موصول للجزائر حكومة وشعبا على كل التسهيلات التي نلمسها وعلى كل المحبة التي نشعر بها والتي أيضا في مصر نبادل نفس الإحساس ونفس الشعور بالمحبة والتقدير والحب الكبير لشعب الجزائري الشقيق شكرا لك سعادة سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر دكتور مختار وريدة شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهدين الأعزاء حتى نلتقي في لقاء آخر في أمان الله شكرا لكم